مين هو بتلعيب معجب فيه في النادي الأهل للفترة الأخيرة يعني عجبك مستوى عجبك التطور اللي عنده يعني عشان مركزي شوية يعني عجبني محمد عب منام جدا طبعا الفترة دي ما شاء الله بس شوية بخاف من ثقته الزايدة يعني هو لعيب هايل جدا وكرته حلوة قوي وعنده قوة وسرعة ما شاء الله والتحامات هايل بس سعاد بيبع عنده تكت كده بحس بخاف انه يعني يوصل لمرحلة التعالي على الكرة سن بقى بقلق منها سنة بس هو ممكن ما تكونش عنده ممكن تبقى دي طبيعته بس انا بقى ابقى الآن من دي شوية بس عارف؟ من الحاجات اللي هي بيقولولك عليها مثلا ايه انه محمد عبد المنم عنده غرور ما ممكن تبقى ثقة حلوة انت عايزي لعيب المدافع الهادي يعني انا بحب دي جدا وانت كنت كده انا بحب دي جدا انت كنت المدافعين الهاديين مش اللي هو بتخضوا لحلام الكرة وقتها وتبني لعب براحة انا بحب لعيب الكرة المدافع لعيب كرة جدا بصراحة لان انا فعلا زي ما انت بتقول انا كنت حياتي كله انا بحب اكمل من على الطرف واوصل لنص الملعب والعب فانا بحب جدا كده يعني سواء الناس بتقسى انها سكرة زيادة او غرور وهو ممكن يكون اصلا هادي يعني لا مش مخدودة يا جمع انا فيه كرة المباراة اللي فاتت لو شفت مباراة الترجل اللي فاتت فيه كرة هادي فيها ورقص كده وراء وبتاعه دي واحدة وفيه واحدة تانية عند منطقة جزاء اللي هي بداخل جنبه هو بيسلمها للي جنبه بهدوء جدا جواه منطقة الجزاء واحد تانية يطلعها كورنال يطلعها ايه هو هادي يما هو عنده هدوء غريب يحسد عليه يعني واحدين انا بيقولك انا كنت متابعه من وهو في سموحة هو ما شاء الله كان بعجبني جدا يعني هو طول عمره هو كده يمكن كمان ازداد ثقة اكتر لما لقى في النادي الاهلي تقل جدا وبقى حاجة طبعا مختلفة تماما يعني بس انت بيقولت كلمك وايس هو الهدوء اللي هو او الثقة اللي هي الحلوة ايو اللي انت طبعا عايزها في المدافعة مش المدافعة اللي بتخض بس بالزد يعني لك مشكلة اكيد في مدرب بيكلمه لو شايف ان هو عنده الحتة دي اكيد هيكلمه فيها يعني سناية مين بتعجبك اكتر؟ محمود عمين اعم ويسر ابراهيم ومحمود متولي اعم محمود متولي دي بتعجبك اكتر ليه بقى بتعجبك اكتر بحس ان محمود متولي برضو عنده الحتة بتاعت هي الخروج بالكورة برضو كده يعني هو برضو بيعجبني كلعيب هو بيعرف يلعب في نص الملعب لعيب بتاع كورة يعني غير ياسر شوية ياسر طبعا عيب كويس جدا بس يمكن هو شوية متولي احسن في الحتة دي في الخروج بالكورة من ورا اكتر شوية